أخبار نادي الزمالك طبعاً كان حصل في نادي الزمالك أنه طبعاً في استياء من الجماهير ومن الإدارة ومن كل المحطين والمحبين بنادي الزمالك عن خسارة نادي الزمالك من بيراميدز في نهاية كاس مصر بدربات الجزاء وكان من الكلام أن هناك عقوبات وبعض الأمور اللي ممكن أن مجلس دارة الزمالك اتخذها الزمالك رفض اتخاذ أي قرار نهائي بشكل توقيع أي عقوبة وده أنا شايفه حاجة كويسة جداً وحاجة مهمة جداً من مجلس إدارة نادي الزمالك لأن عندهم مباراة مهمة جداً يوم السبت مع النادي الآلي وهي قمة من القمة القروية الكبيرة أكيد سيكون هناك جلسة برئيس النادي وجزوالدو فريرا قبل مباراة القمة لمنقشة أسباب تراجع نتائج الفريق وده طبيعي أي رئيس مجلس إدارة أي مسؤول عن الكرة لما يبقى فيه في بعض الأمور شايف أن الأمور خرجت عن السيطرة أو خرجت عن الخط المرسوم للنجاحات اللي ماشي عليها نادي الزمالك بقلوا اتنين دوري وكاس مصر وماشي بشكل ويزي جداً لا يبقى فيه قاعدة طب إيه المشكلة؟ ممكن يقولوا أنا محتاج بعض التدعمات أنا عندي بعض اللعبين اللي ممكن أنا مقدر ممكن أطلحهم أعرى في أي مكان ويرجعوا لي تاني أنا عندي بعض المشاكل اللي أنا شايف فيها لازم توقع فيها عقوبات على بعض اللعبين اللي ممكن ما يكونوش بيقدم مستوى المطلوب كل ده كلام والد داخل الغرف المغلقة ما بين المشفع القرى ما بين رئيس النادي ما بين المدير الفني وجهازه المعاون وطبعاً مبارك لطبعاً ياسر حسين محمدي انضمام الجهاز الفني لنادي زمالك واحد من النجوم الكبيرة جداً والملقب بعصرة الصحراء ونجبه منتخب قطر ولعبه له مسيرة كبيرة جداً حسين ياسر محمدي حسين ياسر محمدي ابن الكابتن ياسر محمدي نجم نادي اسكو في العصر الزهبي ابرحاب وحمدي نوح والجيل اللي عظيم راجل له مسيرة كبيرة جداً في الملاعب القطرية وايضاً في بلجيكا وقبل كده في انجلترا وماشي بفريق من قطع ناشئين بنادي زمالك أنا متابعه ماشي بشكل كويس جداً نتمناله التوفيق فيما هو قادم مع نادي زمالك ودي جات الفرصة بالنسبة له من ضمن القرارات عود الفتوح إلى صفر نادي زمالك تكلم بأمانة فتوح كان وبرضو هسأل ضيف النهاردة الزمالك اللي فاتت لأسر أسر آه أسر لعيب من لعيبة المحورية مفتاح لعب مهم جداً نتمنى أنه يرجع تاني ويشارك مع نادي نادي زمالك هو طبعاً كان الراجل يعني كان استبعده في مباراة بنامز لأنه كان بقى له فترة كان غايب وبالتالي ما كانش له مكان مرفري كما بقى فيه كلام بشأن مفاوضات عبدالله سعيد عبدالله سعيد مع نادي زمالك لا تنتهي بعد حديث الصباح والمساء أن عبدالله سعيد وجوده في نادي زمالك والراجل عايز يروح نادي جمهين يمكن أن يدعم مع سنة سنتين وأنا شايف الأمور بالنسبة له تبقى مع نادي زمالك يقدر يعني يشيروا بعض تبقى الأمور بالنسبة لهم أمور فيها استفادة فنية من الطرفين يعني كلام عن طريق طبعاً رئيس نادي زمالك وتصالاته مع سالم الشمسي رئيس نادي برامز وبرضو أمير مرتضى مع عبدالله شخصياً ترجمة نانسي قنقر